بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني وأخواتي أبنائي ومناتي المواطنين والمقيمين على الأرض من المكرمة السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتعلمون حفظكم الله ورعاكم ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة قورونا المستجد تفاقر الله وإياكم أجمع شرها إننا نعيه في مرحلة صعبة في تاريخ العالم ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم غسوتها ومرارتها وصعوبتها أمنين بقول الله تعالى إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وستتحول هذه أزمة في التاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة مع تدائد التي تمر بها البشرية إن بلادك المنطقة السعودية مستمرة في اتخاذ كل إجراءات احترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من أثارها مستعينة بالله تعالى ما لديها من الإمكانيات في طلعتها عزيمتكم قوية قوية في مواجهة الشدايد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب إنما أظهرتم من قوة وثبات وبلاء حسن ومواجهة مسرفة لهذه المرحلة الصعبة وتعاونكم التام مع أجهزة المعنية هو أحد أهم الروافد والمرتكازات نجاح جوز الدولة التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدماته ولياته لذلك وقد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلدم المواطن والمقيم في هذه الأرض طيبة من دواء وغذاء وإنجاجات معيشية إن القطاعات العكومية كافة في مقدمته وزارة الصحة تبدو كل ما لدي ممكانياتها اتخاذ تدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم وإذا أشكر كل جهات حكومية على جهة ورخص العاملين في المجال الصحي ولكن الذين يقدمون جهودا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم بادرين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة نؤكد على مواصلة العمل الجاذ في هذا الوقت الصعب ولا تتم بتكاتب والتعاون ومواصلة الروح لجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي والذي ما يصدر من جهات الجهات المعنية من توجيهات والتعليمات والشهادات في سبيل مواجهة هذه للجاهة أيها الأخوة الأخوات بناتي وأبنائي لقد تعودتم مني على الصراحة ولذلك أبادركم بالقول أننا نمر بمرحلات صعبة ضمن ما يبره العالم كله وأقول لكم أيضا أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة الانتشار السريع إلى هذه الجاهلة لكنني في الوقت ذاته أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيمان بالله وتوقعنا عليه وعملينا بالأسباب وبذل الغالي والنفيذ المحافظة على صحة الإنسان وسلامته وتوفير كل أسباب العيش الكريمة مستندين على سرابتكم وقوة عزيمتكم وعلوا إحساسكم بالمسؤولية الجماعية أهدم الله علينا توفيقه وسددنا كل الخير حفظ الله بلادنا وسائل البلدان العالم وحفظ الإنسانية جمعة من كل مكروه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته